مرحبا بكم الناس الكل اليوم بش نحكيه على فوائد الصبار وجيل الصبار للبشرة والشعر وبش نعطيكم وصفة تقدروا تستعملوها لشعركم والبشرتكم في نفس الوقت اقوى وصفة جربتها في ايطالة الشعر وتنعيم الشعر وتكثيفه وملء الفراغات بش تخلصكم من جميع مشاكل الشعر خاصة الناس الي شعرهم ما يتوالش بسهولة والناس الي عندهم قشرة في شعرهم والناس الي يعانيوا من تساقط الشعر بشدة وخاصة البنات الي شعرهم ضعيف ويتكسر واهم اهم حاجة بش تعاونكم الوصفة هذي في ترتيب وتنعيم الشعر بالنسبة للبنات الي شعرهم خشن ومهوش ناعم وصفة هذي بش تعطيكم نوعومة ولمعان وترتيب للشعر وبش نحكي لكم زي دا على فويدو للبشرة هوني حبيت نوريكم طريقة تقطيع نبتة الصبار طريقة سهلة كما تشوفو تقسمو نبتة الصبار لاجزاء حتى يسهل عليكم انكم تقصوها ومبعد تاخذو الاجناب متاحة تقصو الجانبين الي فيهم الشوق ومبعد تاخذو الجزء الامامي منها الي تكون فيه طبقة غاليذة تقطعوها بسكين وثم تاخذو الجزء الخلفي تقطعوه كذلك وتسحبو منه هولام الصبار الجزء الي احنا حاشنا بيه هو الي يكون في وسط نبتة الصبار من الداخل الجزء هذا الي يكون ابيض شفاف كما شفتو يكون اذاك اهم عنصر فيها الثاني لكلو اللي بلون الاخضر نرميوه ما نستحقوهوش حاشنا بالحاجة هي هذي اللي هي هولام الصبار ونصلو هوني لطريقة تحضير الوصفة ناخذو هولام الصبار نحطوه في وعاء ونضيفو له كاس من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند زيوت هذو ماء روعة في ترتيب وتنعيم وتطويل الشعر والصبار مهمته الاساسية اللي هي تكثيف الشعر ملء الفراغات ترميم الشعر تشديد الخلايا هذي الوصفة مهمة جدا للبنات اللي عندهم فراغات كثيفة في الشعر او اماكن مين بتشفيها الشعر باش تساعدكم في تكثيف وتطويل وتنعيم ترتيب وترميم الشعر كل الفوائد هذهم في وصفة واحدة وكذلك نفس الوصفة نقدروا نستخدموها على البشرة تقدروا تستخدموها كينها كريم عالي دين او كامل الجسم وحتى الوجه تشد البشرة تعطي ترتيب عميق تجدد خلايا البشرة غنية بالفيتامين سي فيتامين او معالجة للحبوب الناس والبنات اللي يعانيوا من البثور والحبوب في البشرة الوصفة هذي بشتريحكم منهم تماما وهذه طريقة تطبيق الوصفة على الشعر طريقة عادية وسهلة تحاولوا انكم المزيج اللي تحصلتوا عليه تحطوها على كامل الشعر من الجذور حتى الاتراف وتخليوه من نصف ساعة الساعة قد ما تقدروا على شعركم ومن بعد تغسلوه عادي بالنسبة للبشرة من 10 ال 15 دقيقة كافية انها ترمم البشرة وتعالجها ستعملوها الوصفة هذي مرتين او ثالثة مرات في الاسبوع اذا كان عجبتكم وصفة اليوم اللي هي 2 في 1 وصفة اقتصادية وصحية وناشحة 100% ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس بش يوصلكم كل جديد وصفاتي مهمة جدا للبشرة وللشعر ديما نجيب لكم الجديد والحاجات المجربة نستنى تعليقاتكم الجميلة وما تنسونيش باللايك بش تشجعوني وديما نقدم ونعطيكم اروع الوصفات كيما شفتوا كملت غرقت شعري كله بالمزيج او الخليط اللي عملناه لكل هالوصفة نمشت شعري مليح ونخليه كيما هو حتى يشربوا الشعر 100% من بعد نغس العادي تعطيكم نتائج خيالية تطويل وخاصة تكتيف الشعر اذا عندك صديقتك او اختك تعاني من مشاكل الشعر والبشرة ابعث لها الفيديو هذي خليها اطعم الفائدة على الناس الكل نحبكم برشا نتقابلوا في وصفة جديدة الى اللقاء